أبو بكار البغدادي في السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 دخلت قوات ديلتا فورس الأمريكية التاريخة مجددا بالقضاء على الرجل الذي قاد مسيرة الرعب والموت في العالم إنه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي فرقة أمريكية تعد من نخبة القوات الخاصة بالجيش وتعمل جنبا إلى جنب مع نظيرتها نيفي سيلز التي قضت على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان عام 2011 ديلتا فورس التي تأسست عام 1977 تختص بمكافحة الإرهاب والمخدرات واعتقال أخطر المطلوبين وإنقاذ الرهائن ولأنها توصف بالنخبة يتم اختيار أفرادها بعناية فائقة من صفوف القوات الخاصة ووحدات المشاتب الجيش لكن أحيانا يتم اختيارهم من الحرس الوطني وخفر السواحل وقبل أن تنهي فصل البغدادي شاركت ديلتا فورس في العملية التي قادتها الولايات المتحدة حول العالم أبرزها اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003 إيمان نصار العين الإخبارية ترجمة نانسي قنقر